لم يثور العراقيون لاستبدال بيدق بآخر تحت مظلة مملكة الفساد في رقعة العراق الجري استقال عبد المهدي أم أقيل أم استغني عن خدماته لا فرق فالمتظاهرون العراقيون يريدون الإطاحة بمن يحرك المشهد خلف ستارة شفافة مزقها الوعي السياسي الشعبي الصحافة العالمية مشغولة برصد الحادث الجلل الذي يرسم مستقبلا للعراق بدماء أبنائه موقع بلومبرغ الأمريكي يرى أن عاصفة التظاهرات ستفكك نظام المحاصص الذي تبنت واشنطن في العراق فبعدما طفح كيل العراقيين من الفساد خرجوا في تظاهرات للمطالبة بتغيير جذري للنظام الحاكم في البلاد وإبعاد كل الطابقة السياسية وإصلاح النظام القضائي لضمان محاسبة المجرمين والفاسدين التظاهرات الحالية كما يراها موقع بلومبرغ ليست انتفاضة طائفية وإنما هي حركة شعبية تجاوزت الهويات العرقية والدينية وترفع الأعلام العراقية في كل مكان وتحمل صورا ولوحات تمجد التاريخ العراقي استقالة عبد المهدي ليست إلا خطوة أولى بالنسبة للمتظاهرين لمزيد من التصعيد نحو التغيير الشامل حتى وإن كانت استقالته بفعل نصيحة المرجعية كما يقول وليس تلبية لمطالب المتظاهرين صحيفة نيويورك تايمز ترى هذه الاستقالة عبارة عن إزاحة حجرة ثانوية في بنيان الهرم الإيراني فالصائل الجائل جيئة وذهابا في بغداد قاسم سليماني قادر على تبديل رؤساء الحكومة والبرلمان والجمهورية كل يوم دون أن ينقص ذلك شبرا من المشروع الإيراني ثورة تشرين ماضية في طريقها حتى تكسير كل الأقلام التي توقع معاملات المحتلين سواء في واشنطن أم طهران شكرا للمشاهدة